في الأمور والاعتناء المجد والشرف الرفيع صحيفة جُعلت لها الأخلاق كالعنوان دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا وفتق السماوات والأرض وكانت رتقا وقسم بحكمته العبادة فأسعد وأشقا وجعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم الناس خلقا أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا لازلنا نحيا في بداية عام هجري جديد نسأل الله تعالى أن يجعله عام خير ويمن وبركة علينا وعلى بلادنا وعلى بلاد المسلمين أجمعين وأن يكتب لنا فيه رفع الوباء والبلاء والتطهر من كل الآلام والأوجاع بفضله وكرمه إنه ولي ذلك ومولاه نعيش في شهر الله المحرم وشهر الله المحرم من الأشهر التي ميزها الله عز وجل على بقية الشهور السنة فهو من الأشهر الحرم يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وفي الحديث رقم 2958 من صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متتالية وواحد فرد أما الثلاثة المتتالية فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأما الشهر المنفرد فهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان نلاحظ أن الله عز وجل اصطفى من خلقه صفايا فميزها على غيرها فاصطفى الله عز وجل من بقاع الأرض المساجد اصطفى الله عز وجل من الأشهر شهر رمضان والأشهر الحرم واصطفى الله عز وجل من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكم في أيام ظهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فالإنسان المسلم ينبغي عليه أن يغتنم أوقاته وأن يغتنم النفحات التي أخبرنا بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الحديث رقم 1982 من صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة يعني بعد صلاة الفريضة الصلاة الخمس هي صلاة الليل أي قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان هو صيام شهر الله المحرم ليس معنى ذلك أن نصوم الشهر كاملا ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان فقط ولكن أن نكثر من الصيام الثنين والخميس الثالث عشر والربع عشر والخميس عشر وبالطبع يوم تسعاء وعشراء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث 1976 من صحيح مسلم عن يوم عشراء وهو يوم العاشر من المحرم أنه يحتسب على الله أنه يكفر ذنوب سنة ماضية فهو من الممحصات التي تكفر الذنوب وتمحو السيئات ولذلك ينبغي على الإنسان أن يغتنم مثل هذه الأوقات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا دائما إلى فعل الخيرات والمواظبة على الطاعات واغتنام الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم شبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك وعافيتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك إذن فالإنسان لا بد أن يغتنم الأوقات لأنه سيحاسب عن هذا الوقت ولذلك قال الحكماء ثلاثة لا تعود الرمية إذا انطلقت والكلمة إذا خرجت والعمر إذا انقضى فالإنسان ينبغي عليه أن يكون حريصا على اغتنام الأوقات في الطاعات والأعمال الصالحة حتى لا نكون كهذا الرجل الذي جلس ليلا على شاطئ فوجد بجانبه كيسا مملوءا بالحجارة فمد يده وأمسك بحجر وألقاه في الماء فسمع صوت ارتطام الحجر بالماء فطربت له أذنه وأحدث ارتطام الحجر بالماء موجات دائرية تزينت بها صفحة الماء فسر بذلك فأمسك بحجر آخر وألقاه وظل يلقي بحجر تلو الآخر حتى طلع الفجر وأسفر الصبح وانقشع الظلام وبدى النور وإذا به يمسك بآخر حجر في الكيس ويلقيه في الماء وتفرسه وهو يلقيه فإذا هو جوهرة سمينة قال يا حصرتي يا ويلتي كل ما أضعته وألقيته عبثا من هذه الأحجار كان جواهر سمينة ألقيتها بلا فائدة في حقيقة الأمر هذه الزينة المؤقتة التي ارتسمت على صفحة الماء هي رمز لزينة الحياة الدنيا الزائلة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وأما ظلمة الليل فهي رمز للغفلة التي يعيش فيها كثير من الناس وأما طلوع الفجر وانقشاع الظلام هو رمز للإفاقة التي لا تأتي ابن آدم غالبا إلا عند موته فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وأما الجواهر الثمينة التي تلقى واحدا تلو الآخر دون الانتفاع بها فهي أيام عمر الإنسان التي يضيعها الإنسان يوما وراء يوم ولا يعلم أن كل يوم يمر ينادي عليه ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني وعمل صالحا فإنني لن أعود لذلك ينبغي علينا أن نحسن اغتنام الأوقات لأن الإنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لماذا نصوم يوم عاشراء وهل يصوم يوم عاشراء منفردا أم نصوم تاسعاء وعاشراء وهل نصوم التاسع والعاشر والحادي عشر أم العاشر فقط هذا الأمر أيها السادة فيه مندوحة ومتسع من أراد أن يأخذ بالسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم العاشر من المحرم فقط دون أن يصوم يوما قبله أيام تاسعاء ومن أراد أن يأخذ بالسنة القولية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد العزم على أنه إذا أحياه الله للعام القادم ليصومن يوما قبله أي يوم تاسعاء مع يوم عاشراء فإذا أردت أن تأخذ بالسنة القولية فالتصم تاسعاء وعاشراء والاستزادة من الخير تقربك من الله عز وجل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فكلما ازددت من النوافل كلما ازددت قربا من الله عز وجل نصوم يوم عاشراء أو كان نبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشراء لأن هذا اليوم يوم نجى الله عز وجل فيه نبيه موسى عليه السلام كليم الله أنجاه الله عز وجل من بطش فرعون فكان اليهود يصومون هذا اليوم فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشراء احتفالا بنجاة موسى عليه السلام قال نحن أولى بموسى منهم لأن المسلم يؤمن بجميع الأنبياء ويقدس جميع الأنبياء والإيمان عندنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فالإيمان بالرسل والأنبياء من أركان الإيمان الستة التي ينبغي أن ينطوي عليها قلب كل إنسان مسلم ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف فعل اليهود نوى أن يصوم يوما مع عشراء يوم التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي عشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر ولكنه نوى بذلك ولم يحيا للعام القادم فلنا في كلامه قدوة ولنا في توجيهاته نبراس ومصباح منير نستضيء به لماذا نصوم؟ لأن الصيام من أجل الأعمال التي تقربك إلى الله يعني هل أقتصر على الصيام فقط؟ كلا الصيام، القيام، صلة الأرحام، ذكر الملك العلام نبذ العداوة والخصام عليك أن تتحلى بتلاوة القرآن تعطر لسانك بذكر الله عز وجل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعطف على المساكين والأيتام والأرامل والفخراء والمرضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ابحث عن الضعيف وحاول أن تمد إليه يد العون والمساعدة ابحث عن الفقير وحاول أن تعطيه مما أعطاك الله حتى لا نكون كما قال القائل كُلُوا وَاشْرَبُوا أَيُّهَا الْأَغْنِيَاءَ وَإِنْ مَلَأَ السِّكَكَ الْجَائِعُونَ وَلَا تَلْبَسُوا الثَّوْبَ إِلَّا جَدِيدًا وَإِنْ لَبِسَ الْخُرَقَ الْبَائِسُونَ وَيَا فُقَرَاءُ لِمَاذَا التَّشَكِّئِ أَلَا تَسْتَحُونَ أَلَا تَخْجَلُونَ دعوا الأغنياء ولذاتهم فهم مثل لذاتهم سائلون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن العطف على الفقراء من أسباب النجاة وأن إطعام الطعام من أسباب النجاة نأخذ اتصال ونعود مرة أخرى السيدة موناء السلام عليكم عليكم السلام موكري يا فضي الشيخ أفضلك فعال فضل يا فضل أنا ندرت ندر وقلت هعمله وجوزه مرضيش يا عليّ الدم بكذا أنت قلت ندرت النزر وبعدين يعني قلت هعمل حاجة يعني حطت المسجد وكذا يعني حاضر حاضر وندرتها وجوزه مرضيش حاضر حاضر يا أستاذ موناء وصلت الرسالة حاجوبك إن شاء الله فضل أختنا الكريمة الأستاذ موناء بتقول إن هي نظرة نزر فيه طاعة لله من المعلوم إن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وليوفوا نذورهم وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه فالإنسان اللي بينظر نذر بطاعة أصبحت واجبة عليه عليه أن يؤديها لكن لو حصل أي ظرف من الظروف خلى الإنسان ما يقدرش يوفي بالدين له مخرج طبعا له مخرج لأن الإنسان ممكن يندر مثلا إنه يتبح دبيحة وبعد كده ما يبقاش معاه فلوس لأي ظرف من الظروف أو أخت زي أختنا الكريمة نظرة نظر وحست إن النظر ده تنفيزه هيعمل مشاكل بينها وبين زوجها وممكن يؤدي إلى خراب البيت مثلا إيه الحل؟ الحل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفارة النظر كفارة يمين يعني الإنسان اللي نظر نظر وبعدين ما قدرش يوفي بالنظر ده له كفارة أو عليه كفارة الكفارة دي زي كفارة اليمين يعني إيه كفارة يمين؟ يعني إطعام عشر مساكين أو صيام ثلاث تيام لو أطعمت عشر مساكين أو صمت ثلاث تيام يبقى أنت كده كفارت عن النظر اللي أنت موفتهوش زي ما تكون حلفت بيمين معين وقلنا اليمين ده هو اليمين المنعقدة علشان برضو نكون وضحين إحنا بنقول الأيمان ثلاث أنواع يمين لغوة ويمين منعقدة ويمين غموس اليمين اللغوة ما فيش فيه كفارة ربنا بيعفو عنه بدون كفارة وده إن أنت تحلف على غيرك يعني يكون عندك ضيف مثلا وتقول له والله لا أكل الأكل ده وهو ما يكلوش في الحالة دي أنت مش أطلوب منك تكفر عن اليمين لأن ربنا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم حلفت على ضيف عندك أنه يقعد لكن هو أم مشا لأنه مستعجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أما اليمين المنعقدة أن أنت تقسم على نفسك أن أنت هتفعل شيء ولا تفعله وده اللي بياخد حكم الندرة نأخذ اتصاله وبعدين نكمل إن شاء الله الأخت أم محمد من الفيوم السلام عليكم السلام عليكم إزاي كم محمد عمليش شيء حفضلت الشيء حفضلي أهلا بيك معلش أنا كنت تطبعون لك مساعدة يعني لو سبعت طيب حضرتك سيبي رقمك في الكنترول وإن شاء الله بإذن الله رب نقدم لي في الخير فضل نرجع تاني للأمر اللي كنا بنتكلم فيه وقلنا إن فيه يمين منعقدة وده اللي بياخد حكم النزر الاتنين فيهم كفارة إن الواحد يحلف على نفسه إنه هيعمل كذا تقسم إن أنا حذهب للمكان الفلاني وما تروحش وزيه الإنسان اللي بيحلف على زوجته بالطلاق رغم أن ده منهي عنه وزوجته ما بتورش القسم وبتكسر كلامه وزيه الإنسان اللي بيندر ندره ما يوفيش الندر ده عليه كفارة الكفارة بتكون إطعام عشر مساكين أو صيام تلت أيام إطعام عشر مساكين بيكون إزاي؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني الإنسان يشوف هو بيأكل بكام في اليوم المبلغ اللي هو بيأكل به يخرجه الإنسان فقير أو يعد طعام يكفي لإطعام يوم كامل في طر وغدا وعشا ويطعم عشر فقراء نأخذ الاتصال وبعدين نكمل الأستاذة دونيا السلام عليكم أهلا بك أستاذة دونيا تفضلي سمعك سمعك حاضر يعني بتحسي بشروط مثلا أو سراحان أو أن أنت ما بتركزيش في الصلاة ماشي حاضر يبقى إذن لسا لازلنا في موضوع اليمين وإحنا ذكرنا أن اليمين اللغو مفيش فيه حرج ولا كفارة أما اليمين المنعقدة ففيه كفارة والكفارة بتكون إطعام عشر مساكين طب لو واحد ما معهوش فلوس يطعم أو يشتري طعام فعلي أو يدي فلوس الطعام لعشر فقراء في الحالة دي بيصوم ثلاثيام صيام ثلاثيام طب لازم متصلين لا سواء كانت متصلة أو متفرقة لكن هي فرقابته ودين فرقابته تجاه الله بيأديها علشان يطهر نفسه من اليمين المنعقدة اللي هو أخسامه طيب فيه نوع ثالث من الأيمان اللي هو اليمين الغموس وده اللي بيغمي صاحبه في النار اللي هو شهادة الزور والعياذ بالله إن الإنسان يحلف إنه شاف فلان ده بيسرق مثلا وهو ما شافوش بيسرق فده ترتب عليه ضرر ما ينفعش إنه روح أشهد زور وقول والله العظيم أروح أقول الحق وأحلف إنه أنا شفت فلان بيسرق وأروح أصوم ثلاثيام وبأكده الموضوع انتهى والراجل يتحبس أو تنفذ عليه حكم ضده لا في الحالة دي بكفر إزاي لابد مع الكفارة من رفع المظلمة يعني لازم أرفع الظلم اللي أنا وقعته على هذا الشخص باليمين وإلا هيغمسني اليمين ده في النار والعياذ بالله طيب بالنسبة للنزر بياخد حكم إيه؟ اليمين المنعقدة يعني كفارة النزر كفارة يمين وذكرنا أنواع الأيمان الثلاثة عشان نوضح النزر بياخد حكم مين؟ اليمين المنعقدة اللي هو كفارة وكفارته بإطعام عشر مساكين أو صيام ثلاثة أيام يبقى أختنا الكريمة الأخت مونة ما فيش أي مشكلة أن هي تتراجع عن النزر بتاعها إرضاء لزوجها لأن طاعة الزوج واجبة ولأن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة صحيح هي توفية النزر دي منفعة لكن ممكن يصاحبها مضرة والمضرة دي أن ممكن البيت يحصل فيه اضطراب ويحصل شقاق ويحصل خصام وممكن يصل لمرحلة أو لوضع لا تحمد عقباه يبقى الأفضل أن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة زي ما قلنا مثلا لو افترضنا أن أنا قاعد في هذا المكان وفي واحد بيحدف لي تفاحة وواحد بيلقيني بقلب طوب من ناحية تانية أنا الوقت هيبقى قدامي تصرف من الاثنين يعني إما هاخد التفاحة وأسيب الطوبة تعورني أو هتفادى الطوبة وابعد وابنائس من التفاحة تضيع مني التصرف الأمثل أن أنا أتفادى الطوبة وابعد عنها وأخسر التفاحة من هنا جات القاعدة الفقهية ضرق المفسدة مقدم على جلب المنفعة أو دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة يعني إذا كان توفية النزر هيؤدي لخلاف بينك وبين زوجك لا يبقى احنا هندفع المضرة وهي الخلاف اللي بين الزوج والزوجة واضطراب الأسر اللي هيحصل في البيت وده بيقدم على جلب المنفعة وهو توفية النزر خاصة لأن له كفارة وكفارته كفارة يمين زي ما قلنا أما بالنسبة للأخت الكريمة الأستاذة دونيا بتقول أن فيه في الصلاة بيحصل توهان أو شروط ذهني والسؤال ده بتكرر كتير لأن كثير من الناس بيتعرضوا لهذا الأمر والخطورة في إيه؟ والخطورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم من صلاته إلا ما عاقل منها يعني الإنسان بيتمنى أن الصلاة تكون مقبولة ولكن فيه شروط لقبول الصلاة فيه شروط لصحة الصلاة اللي هي الطهار طهارة من الحدث والخبص طهارة المكان وطهارة الثوب والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر يعني الوضوء وفي نفس الوقت فيه ستر العورة واستقبال القبلة والحاجات اللي احنا عارفينها دي شروط صحة الصلاة لكن فيه شروط لقبول الصلاة يعني ممكن يكون متوضيه على طهارة ولابس لبس نضيفه وبما وقف مكان نضيفه ومستقبل القبلة وصلي بالأركان كاملة والصلاة لا تقبل أه ممكن لا تقبل من شروط قبول الصلاة أن الإنسان يكون عنده خشوع وتعقل وتيقن وليس لابن آدم من صلاته إلا ما عاقل منها فالإنسان اللي بيسرح وبيكون بيصلي هو قاعد يفكر في أمور الدنيا وشغل نفسه بعاجات تانية ده بيبقى فرصته في قبول الصلاة ضعيفة طيب نتعامل مع الموضوع ده إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام قال لنا على المشكلة دي لما الصحابة سألوه هناخد اتصال من الأستاذ أسعد وعلينا نكمل إن شاء الله السلام عليكم أستاذ أسعد عليكم السلام عليكم يا أهلا بك أستاذ أسعد أنت عندك أربع بنات ربنا يبارك فيهم أه جوزت اتنين جوزت اتنين وبعدين أه والاتنين الثانين عملي كتابة عرضت غيارة بحتها تمام جوزت واحدة والثانية عندك فلصة إيه في البانك تمام تمام هجاوبك حاضر حاضر من هنا فضل تحت أمرك نرجع الأول للسؤال للأخت دونيا اللي كانت بتسأل عن الشروط في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن هذا الأمر قال هذا شيطان يقال له خن زب يعني فيه شيطان مخصص لأنه يصرف الإنسان عن الصلاة أو يخلي الإنسان يسرح في الصلاة ويفكر في أمور خارجية أو يخلي الإنسان ما يركزش في الصلاة وينسى فينسى في عدد الركعات ينسى هو سجد سجدتين ولا سجدة واحدة ينسى هو في الركعة الثالثة ولا في الربعة حاجات زي كتب حيث ما يبقاش فيه تركيز في الصلاة فده شيطان اسمه خنزب وده فصيلة مش معناها أنه شيطان واحد حيلف على الناس كلها فصيلة من الشيطان اسمه خنزب الشيطان ده بنتغلب عليه إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لما يجي لك في الصلاة بتدفل على يسارك ثلاثا وبتستعيز من الشيطان بالاستعازة الكاملة الاستعازة الكاملة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفسه وفرثه دي بنسميها الاستعازة الكاملة طب انت عايز تركز في صلاتك حاضر عايز تركز في صلاتك ومش عايز الشيطان ده يدخل لك أصلا خالص احنا قلنا لو جالك في الصلاة بتدفل على يسارك ثلاثا وتستعيز لكن لو انت مش عايزه يدخل لك أصلا بتعمل ايه؟ أول ما بتكبر تكبيرة الإحرام بتعمل ايه؟ بتقول دعاء الاستفتاح وبعدين الاستعازة الكاملة اللي هنكررها تاني الوقت دعاء الاستفتاح لو انت حفظه هتقوله أو تقول جزء منه أول ما تقول الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات بعدها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وبعدين اللهم باعد بيني وبين خطايايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطايايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايايا بالماء والثلج والبرد وبعدين أخر دعاء في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وبعدها الاستعازة الكاملة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه وفرثه إذا قلت الكلام ده في بداية الصلاة بعد تكبيرت الإحرام وقبل ما تكرأ الفتحة الشيطان ده مش هيقدر يدخلك لأن الملايكة هتقف تحرصك وتمنعه من الدخول والوسوسة إليك ناخد اتصال من أم محمود وعدين نرجع تاني السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أهلا بك أم محمود الفضالي هذا يسأل كان الحلسان على المضحف يعني يعتبر يمين أو لا يعني حاضر وديه تؤال ثاني حضرتك يعني ممكن يعني قرد من البنك يأكل أو يشرب من فلوس في البنك في قرد هل يعتبر هذا في شبه حرام؟ قرد ولا فايدة؟ لا قرد طيب حاضر وفيه معلوش ليه سؤال الثانس برضه هل يعني الزوجة تقسم على أفعال زوجها من يعني من حاجات محرمة أو غلط؟ حاضر تحت عمرك يا محمود فضلي يبقى إحنا إذن كنا لازلنا في السؤال بتاع الأستاذة الدنيا وقلنا إن فيه شيطان اسمه خنزب ونصحنا إن بعد تكبيرة الإحرام بنقول دعاء للاستفتاح وبعدين الاستعازة الكاملة الإنسان بعد كده بيركز في صلاته ويتعايش مع الآيات ويعقل الآيات لو نسى يقول دعاء للاستفتاح أو مش حافظه واستعاز أو مش حافظ الاستعازة الكاملة ودخل في الصلاة في الحالة دي لو جاله الشيطان وحس إنه هو يعني سرح وخرج بر الصلاة بيدفل على يساره ثلاثا بس التفل مش معناه البسقة معناه النفخ كده بس نفخ خفيف على ناحية اليد اليسرى ويستعيز بالله وياريت نكون كلنا حافظين الاستعازة الكاملة لأنه هي حصنة اتصال من الأستاذة ناديا السلام عليكم وعليكم السلام وحسنا 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 وبركاته وجزاك الله عننا خير يا نشيح الله يحفظك وجزاكم مثله أكثر تفضل يا فندي طب ليه عند حديثك بش سؤالين تحت أمرك الله يخليك السؤال الأول بالمجلة للنبس لما الإنسان بيقول مثلا يا رب لو حصل كذا أو رفت الوزيفة كذا أو ربنا نشرني كذا فأنا إيه أضلع كذا فقال هاجا يا جوس أم هو يعني بعض الناس تقولوا نهاجا رشوة ونهاجا ما ينفعش ده السؤال الأولين السؤال الثاني حضرتك سمعني معايا حضرتك أيها سامعك طبعا طيب السؤال الثاني فيه ستة كده كبيرة فهي ممكن تكون سامعانة دلوقتي فبتقول إن هي وهي بتصلي وابتدعو فبتطلها لعشة كده بسيطة تمام لعشة كده بسيطة وبعدين وهي بعض الأحيان بيكون ماشا في الشارع مثلا أو بتشري حاجة بتبسك لها حاجة بتقولها إيه طلعي من طلعي إيدي ده حاجة طلعي من الشنطة اللي معاك دي حاجة فبتعمل فعالك تعرف باقي بالضبط يعني العلامات دي علامات إيه حاضر حاجة وقال الدعاء حضرتك بيبالي أيوة تفضلي أيوة الدعاء فيه علامة يعني الواحد يعرفها الدعاء وده مجبولة حاضر يعني حاجة بتديل على إيه الدعاء مجبولة حاضر أجاوبك بسيطة عمرك تفضلي نرجع لسؤال الأستاذ أسعد هو طبعا كان يعني ربنا رزقه بأربع بنات نسع الله أن يبارك فيهن وأن يرزقه برزقهن هو زوج بنتين وكان له سيارة باعها على زواج البنت الكبرى أو البنت الأولى والتانية وبالنسبة لبعد كده فيه قطعة أرض باعها علشان يزوج بقية البنات وبيسأل هل فيه حرج ولا ما فيش حرج طبعا إحنا عايزين نطمنك أن الإنسان طول ما هو على قيد الحياة وهو من حقه يهبأ لأولاده من ماله وبعدين أنت مكلف أن أنت تجوز بناتك فمعنى كده أن أنت بتنفق من مالك ما فيش فيه أي حرج أنت باعت السيارة عشان تجوز بنت وباعت الأرض عشان تجوز بنت أو قطعة من الأرض وباعت شيء تاني ورابع وكل بنت حسب ظروفها بتبيع أو بتدبر شيء من المال علشان تزوجها وده ما فيش فيه أي حرج ومن حقك طول ما أنت على قيد الحياة تهب بناتك أو تساعدهم أو تهيأهم وتزوجهم لأن دي مسؤوليتك ومعنى أن أنت تتصرف في مالك وتبيع علشان تعطي لبناتك أو تزوجهم أو تمنحهم فده شيء ليس فيه حرج ومال إيه الحرام؟ الحرام أن أنا أكتب لبنت حاجة أكتر من بنت أو أميزها أميز واحدة على واحدة أو يكون عندك قطعة أرض وإنت عندك أربع بنات وكلهم متزوجات أو كلهم مش متزوجات يعني تساو مع بعض وإنت جت ميزت واحدة منهم كتبت لها الأرض بتاعتك كاملة وحرمت البقيين دي بقت حرام أو جت كتبت البيت بتاعك لوحدة وحرمت البقيين ده حرام وطبعا بنستدل بحديث النومان بن بشير لما راح يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أن أنا عايز أنحل نحلة يعني عطية لولد من أولادي فقال له أنا حلت كل ولدك مثل هذا قال له لا قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور جور يعني ظلمة لأن زوجته قالت له إذا كنت عايز تعمل كده رح أشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كان الزوجة صالحة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعديله بين أولادكم فالمطلوب منك أنك تعدل بين أولادك زي ما جوزت الأولى تجوزت تانية جهزت تانية تجاهزت تالتة وهكذا أي أن كانت طبيعة تدبير المال فده من حقك أن أنت تتصرف فيه بكامل إرادتك ناخد اتصال من الأستاذ شريف ونرجع السلام عليكم أستاذ شريف أهلا وسهلا تفضل يا فندي والله أنا كنت أحلم تحلم وعايز أعرف تفسير إن شاء الله خير يتفضل هو ذحلم بحطان البيت بتنشع مية يعني دايما السقفة تليم منزم مية الحطان نفسها فيها مية إذا كنت أعايز أعرف تفسير حاضر شكرا تفضل يبقى إذا نحن بنطمن الأستاذ أسعد أنه هو من حقه يتصرف في ماله بس بالعدل بين بناته ونسأل الله أن يرزقه ويوفقه إلى ما فيه الخير والصوات أختنا أم محمود بتسأل على القسم على المصحف هو احنا عايزين نقول حاجة جماعة أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فلا يحلف بغير الله يعني الإنسان اللي بيقوله المصحف والقرآن والكعبة والنعمة ورحمة أبويا ورحمة أمي الكلام اللي زي ده كله كلام حرام وده نوع من الشرك الأصغر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حالف بغير الله فقد أشرك طيب أمال اللي بيحلفوا على المصحف دول ويقولك احنا عادين في قعدة عرب أو في قعدة عرفية وهحلفوا على المصحف هو مش هيحلف بالمصحف هو هيحلف بالله بس هم بيعملوا ايه بيفتحوا على صورة الأنعام الآية 124 واللي فيها لفظ الجلالة مرتين جميع بعض وبيحطوا إيده عليها وبيقسم ويقول أقسم بالله العظيم وسلطانه القديم أنني فعلت كذا أو لم أفعل كذا أيًا كان نوع القسم بيكون بالله أخسم بالله ما أقولش أخسم بالمصحف هنرجع تاني بس بعد ما نأخذ الاتصال من الأستاذ محمد من البحير السلام عليكم عليكم السلام إزاي حضرتك أهلا بك يا أستاذ محمد كل سنة حضرتك منور الشاشة وحضرتك والأسرة الجميع كلهم بخير ما شاء الله برنامج حضرتك ما شاء الله يعني أنا شايف أنه داعي طوي لقناة الصحة والجمال أنا مشكورك جدا ربنا يرفع قدرك ويتقبل منا جميعا أنا بس كما عندي سؤاليني السؤال الأولاني أنا هو ليه علاقة بالمعار أي إحنا عندنا بيت أربع تدوار والبيت ده إحنا أنفقناه هو البنى من انفق والدي باع أرض والبنى من انفق وردي ولكن الدور الأول الدور الأول إخواتي ساعدوا فيه ساعدوا فيه ساعدوا في الدور الأول مع والدي قبل ما يبيع الأرض يتمل يبقى يرفع أربع تدوار النهاردة لما والدي توفه الله البيت دلوقتي عايز يتقسم كل واحد عايز ياخده البيت دلوقتي بيت ورصة كل واحد عايز ياخد حقه كل واحد عايز ياخد حقه على حدة عشان نشوف كل واحد عنا بيت أربعة تدوار وإحنا أربعة صوبيان واثنين بنات فهو دلوقتي إخواتي فيه ليه أخ كان ساعد وأخت ساعدت في الدور الأول الأرض اللي تحت فكل واحد دلوقتي بيقول لك لا إحنا لو نشارح كل دلوقتي إحنا ناخد حقنا الأول قبل ما نقسم في البيت فهل هم ليهم حق إن هم يقوموا في البيت اللي هم دفعوه ولا لا ولا يتقسموا عادي زي ورث والدي إنه هو البيت أربعة تدوار وتبنى باسم والدي هذا سؤال الأول السؤال الثاني هو ليه هو بالأحلام يعني أنا ساعد بشوف رؤيات كتيرة جدا وبتتحقق فدأي بالضمن تذكرك جزا إفنا حاضر تفضل شكرا جزيلا إذن أعتقد إحنا وضحنا كيفية القسم وقلنا القسم المفروض يكون بالله لأن من حلف بغير الله فقد أشرك الإنسان اللي بيحلف بالمصحف أو بالكرآن أو بالكعبة أو بالنعمة أو برحمة أبيه أو رحمة أمه أو حتى يحلف بالطلاق دي مصيبة كبيرة ومنتشرة والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن يمين الطلاق يهتز له عرش الرحمن غضبا على صاحبه سواء كان صادقا أو كاذبة وحذر منه فقال ملعون 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 من حلف بالطلاق أو حلف به إذن إحنا بنقول مفيش حاجة اسمها أن أحلف بالمصحف اللي بيحلف على المصحف هو بيحط إيده على المصحف أو على آية في المصحف لكن بيحلف بالله تمام يبقى وده سيان لكن العبرة بالقسم أنه بيقسم بالله والقسم بالله ده له قدسية كبيرة الإنسان اللي بيفهمها عمره ما هيحلف كذب الأخت الكريمة أيضا محمود بتسأل عن قرض البنك الموضوع بتاع البنك ده احنا تكلمنا فيه قبل كده وقلنا أن فيه اختلاف بين العلماء وطبعا الاختلاف بيديك فرصة أن أنت تاخدي بالرأي اللي يتماشى مع ظروفك لو فيه ظروف قاسية لكن أغلب العلماء أو الرأي اللي ممكن يكون أرجحهم ويقولش هو الرأي الذي نجزم به لكن احنا بننقل آراء أن موضوع القرض يباح عند الضرورة القصوى القصوى يعني إيه؟ يعني إذا كان حيبقى فيه هلاك إنسان حيموت لو ما خدش القرض هو عنده عملية جراحية شديدة وسريعة ومستعجلة له أو لحد من أفراد أسرته ولو ما عملهاش ممكن يبقى فيه هلاك ووفاه وموت وما فيش أي وسيلة يجيب بها المال الفلوس المطلوبة للعملية إلا عن طريق القرض في الحالة دي من باب إنقاذ النفس طبعا لأن النفس من المقاصد الخمسة التي أمرت الشريعة بالحفاظ عليها والضرورات تبيح المحزورات يعني فيه حاجات ممنوعة وفيه حاجات محزورة لكن عندنا قاعدة فقهية بتقول الضرورات تبيح المحزورات كما تباح جرعة الخمر عند الغصة ويباح أكل المحرمات عند المخمصة أو المجاعة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثمن فإن الله غفور الرحيم وهكذا يبقى إذن فيه حاجات ممنوعة ومحزورة ومحرمة لكن الضرورات تبيح المحزورات طب لو ما فيش ضرورة أنا باخد قرض لشيء تكميلي في الحياة في الحالة دي بقى تجنبه طبعا أفضل لأن الشيء اللي بيجر نفع بيكون ربا وده بيكون يعني على أرجع الأراء فيه شبهة ما الحرام فتجنبه يكون أفضل مع الأخذ بالاختلاف في الأراء وإذا كانت الظروف يعني مختلفة أو لك ظروف خاصة أنا أنصحك أن أنت تتصل بمية وسبعة بدر الإفتاء المصرية وتشرح لهم الظروف هم حيوضحولك وفقا لحالتك لأن في حالات حتكون مباحة وفي حالات حتكون محرمة وهم عيفدوك في هذا الأمر بعد ما يسمعوا منك إن شاء الله بتسأل الزوجة هل تتأثر أو هل تأسم وتزنب بأفعال زوجها غير الشرعية طبعا القرآن رد على الأمور لزي دي بقوله تعالى ولا تازر وازرة وزرة أخرى ما فيش حد حيتحمل زنب حد وما فيش حد حيتحاسب على زنب غيره لكن الزوجة عليها النصح وعليها محاولة الهداية يعني إذا كان زوجها له تصرفات غير سوية عليها أن هي تنصحه وتوجهه دايما لكن لو ما إدرتش أن هي تسيطر عليه وهو برضو صار في الطريق اللي هو ماشي فيه زوجها بيتعاطى شيء محرم مثلا وهي حاول تمنعه ما إدرتش الإسم عليها لا طبعا الإسم عليه هو على العكس الرجل بيسأل عن زوجته وعن أولاده وعن أهل بيته لأن الرجال قوامون على النساء وربنا قال يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجار والرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم إذن الرجل رب الأسرة مسؤول عن أسرته وعن رعيته مسؤولية كاملة والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يسترعيه الله على رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا وحرم الله عليه الجنة لأن الرعية دي جماعة مسؤولية كبيرة لازم نفط إليها الإمام راعي ومسؤول عن رعيته الرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها والخادم راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل مسؤول مسؤولية كاملة عن أسرته وأهل بيته لازم يكون عنده وقوف حازم ضد أي انحراف أو نشوز أو خطأ المرأة أضعف من الرجل عليها التوجيه وعليها الدعاء له بالهداية إذا صار في طريق غير شرعي أو غير طيب أو سلك سلوك غير ساوي وهي ما قدرتش الإثم هيكون عليه مش عليها إن شاء الله لكن عليها أن هي تدعو الله له بالهداية وعليها أن هي دايما حسن التوجيه الأخت الكريمة الأستاذة نادية بتسأل عن النزرة ويبدو أن هي ما سمعتش الحلقة من أولها هو النزر نوعين في نزر مطلق ونزر مقيد أو معلق النزر المطلق أنه واحد ينذر يقول لأنذرانا أن أصوم لله يوما بدون أي سبب بدون معلقه النزر المعلق إن الإنسان ينذر نزر معلق بحدوث شيء معين يعني لو ربنا نجح ولدي أنا حتبح دبيحة أو أنا حصوم ثلاثة أيام لله أو أنا مثلا حتصدق بمبلغ كذا يبقى هو علقه على شيء معين طبعا السواب اللي في النزر المطلق أكبر من السواب اللي في النزر المعلق لكن ده جائز وده جائز طيب هي بتقول أنا قلت نزر معين وما قدرتش إن أنا أوفي به هل يجوز الرجوع عن توفية النزر إحنا ذكرنا إن يجوز الرجوع في توفية النزر مع الكفارة وكفارة النزر كفارة يمين يعني عطوة طعم عشر مساكين أو تصوم ثلاثة أيام لو ما قدرتش إن هي توفي النزر بالنسبة لأمنا الست الكبيرة اللي بيجي لها رعشة في الصلاة عند الدعاء طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة سألوه في هذا الأمر وقالوله إن هم وهم بيدعم في بعض الليالي الأخيرة من شهر رمضان كان بيشعره بارتعاشة في الجسد فقال إن ذلك من مصافحة جبريل يعني بيجي جبريل يلمس هذا الإنسان فبيشعر الإنسان اللي بيدعو برعشة في جسده دي بتبقى من مصافحة الملائكة أو من مصافحة جبريل ومش معنى أن جبريل يجي يرازني يمسك إيدك ويسلم عليك لأ مجرد ما يلمس جسدك فبتحل بيك البركة لكن لأن طبعا دي ملامسة ملائكة الملامسة الملائكية بيكون لها تأثير على الجسم هذه الرعشة بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتشعر ببعض أشياء أو أصوات أو هواتف بتناديها طلعي من الشنطة كذا اعملي حاجات كذا إحنا ذكرنا قبل كده اتكلمنا على أن في حاسة من الحواس اسمها الحدثة والحاسة دي الله عز وجل يعطيها لبعض عباده بعض العباد بس بيبقى عندهم شيء من الكشف مش معنى كده أنه بيكشف غيبيات حاشة لله لا يعلم الغيب إلا الله ولا يطلع الغيب إلا الله لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعطي بعض العباد حاسة معينة بيتميز بيها وزي الأخ الكريم اللي بيقول أن أنا بحلم بحلم وبيتحقق ما هي دي نفس الحاسة أنه فيه نوع من الكشف فليس بعجيب أن ترى في صبحك ما تمثل لك في نومك ظاهرا أمام ناظرك وذكرنا قبل كده موقف للإمام علي بن أبي طالب وموقف لسيدنا عمر بن الخطاب وموقف معينة لكثير من الصحابة اتصال السلام عليكم طيب يبدو أن اتصال اتقطع الدعاء والقبول بالنسبة للقبول إحنا قلنا ذكرنا أن فيه أوقات معينة بتبقى أوقات قبول زي الوقت الواقع بين الأزان والإقامة زي الوقت اللي في السلس الأخير من الليل يعني قبل الفجر بساعتين زي وقت نزول المطر زي وقت الفطر بالنسبة للصائم الإنسان اللي صائم اللي صائم عند فطره دعوة ترد الإنسان المضطر الإنسان المريض اللي في وقت مرض سيدة في وقت ولادة إنسان مضطر عما يجيبه المضطرة إذا دعاء الإنسان المسافر اللي على سفر دي كلها دعوات تقبل بأمر الله دعوة الوالد على ولده دعوة الأم لولدها كل دي حاجات بتقبل وطبعا زي ما ذكرنا أن الإنسان اللي بيخلص في الدعاء ويبدأ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويختم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلس التسليس يعني يطلب الدعاء بتاعه ثلاث مرات ويرفع يديه إلى السماء بيكون أقرب إلى الإجابة إن شاء الله الأخ الكريم اللي شاف في المنام من الحائط بتنقع عليه نزول الماء على الإنسان من فوق يعني بيكون إنذار أن فيه زنب معين الإنسان بيعمله ينبغي أنه هو يقلع عنه أما يكون الماء جاي له من فوق سواء كان مطر أو نقعة وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين فهيكون فيه تقصير في جنب الله نحاول إنه نتلاشاه إن شاء الله الأستاذ محمد من البحيرة كان بيسألنا على الميراس وبيقول إن فيه بيت أربع أدوار وهم أربع أولاد وبنتين يعني معنى كده إن البيت حيتقسم لعشر أسهم وكل ولد حيبقى له سهمين وكل بنت حيكون لها سهم لكن فيه أخ وأخت شاركوا فيه بيحسبوا المبلغ اللي هم دفعوه وبيتقاضوه قبل توزيع التركة يبقى اللي دفع حاجة من جيبه ومعروفة لدى الجميع دي بياخدها قبل تقسيم الميراس لأنه كأنه هو لوقتي الدين أعطاه للأب لأنه كان بيساعد الأب فيه وإحنا قلنا قبل تقسيم التركة بنسد الدين بننفذ الوصية بندفع ثمن الكفن فدي حاجات وطبعا إخلاق زكاة الميت فده دين إلا إذا هم سامحوا وقالوا إحنا متنازلين عن حقنا ومسامحين أبونا في المبلغ اللي ساعدناه به فده شأنهم لكن لو هم طلبوا بحقهم بياخدوه قبل تقسيم الميراس وبعد كده بيقسم على عشرة أسهم زي ما قلنا الولد له سهمين والبنت لها سهم ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته